الحسد أو العين أخطر مليار مرة من الجن أخطر من السح أخطر من كل ما تتخيله هقولك على حاجة وخدها وإحفاظها العين قد تقتل نعم الحسد والعين قد يقتل قد يدخل الرجل القبر ويدخل الجمل القدر العين والحسد تقلب الحالة رأسا على عقب الولد الجميل النابغ النبي بالحسد وبالعين يصبح بليدا ويصبح إنسانا تافها تجد الولد المتحدث اللبق توقف عن الكلام تجد التجارة العظيمة بسبب الحسد صارت كاسدة تجد الإنسان الأقول صاحب الصحة القوية بالحسد زالت عنه صحته وأصبح هزيلا رافضا للطعام الكلام ده إحنا جبنا بنين؟ تعالوا نرجع لسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يقول في رواية مسلم لو كان شيء سابق القدر سبقته العين ده سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم بيقول لنا الكلام ده النبي بيقولهن وبيقول لنا كمان بعد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستعيذ بالله من العين فإن العين حق وفي رواية البخاري سيدنا الحبيب بعد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم بيقول أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين احفظ الكلام ده وعند البخاري عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر السيدة عائشة أن تسترقي من العين ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عارف خطورة العين هيبقى السؤال اللي هطرحه قبل ما روح الفاصل هو سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم كان عارف أن العين ممكن تقتل أيوة كان عارف طب حصلت حاجة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تنظر بهذا الأمر أيوة حصلت وعالجها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم